تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامل رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أقيمت المباراة النهائية لمنافسات النسخة الخامسة لمسبقة دور الجامعات لكرة القدم والتي جمعت بين فريق جامعة العلوم التطبيقية وفريق الجامعة الأمريكية على ملعب استادي مدينة خليفة رياضية وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامل الرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية وشهدت المباراة حضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس التنفيذي للهيئة العامل الرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق أسكر ورئيس الاتحاد البحريني الرياضي للمدارس والجامعات سعادة الدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة ومثلين عن الجامعتين وقد توجه سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة فريق جامعة العلوم التطبيقية بلقب المسابقة وميداليات المركز الأول وبهذه المناسبة ثمن سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمباراة النهائية لمنافسات النسخة الخامسة من دور الجامعات لكرة القدم والتي تعكس حرصة واهتمام سموه الدائمين على رعاية ودعم الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة في الجامعات بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات التي تتماشى مع الخطط والبرامج التي رسمها سموه لتطوير الرياضة الجامعية وهنأ سموه رئيسة وأعضاء ومنتسبي جامعة العلوم التطبيقية بفوز الفريق الكراوي بالجامعة بلقب دور الجامعات لكرة القدم في نسخته الخامسة مشيدا سموه بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه الفريق طيلة منافساته هذه المسابقة وأشهد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد البحريني الرياضي للمدارس والجامعات برئاسة سعادة الدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة في وضع البرامج الهادفة لتطوير الرياضة المدرسية والجامعية من جهته أعرب رئيس الاتحاد البحريني الرياضي للمدارس والجامعات سعادت الدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة عن عظيم شكره وامتنانه إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعاية سموه للمباراة النهائية لمنافسات النسخة الخامسة لدور الجامعات لكرة القدم مشيدا بالجهود المتميزة التي يبذلها سموه لخدمة تطوير وارتقاء الرياضة في مملكة البحرين في ظل ما يحظى به هذا القطاع الحيوي من رعاية ودعم من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وبدعم واهتمام ومساندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وثمن سعادة الدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة حرص واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على بذل الجهود الكبيرة لتطوير الرياضة البحرينية وفق الخطط والاستراتيجيات التي تدفع نحو تحقيق مزيد من النجاحات